ينضم إلينا الأستاذ عماد السنوسي رئيس تحرير صحيفة نض السودان أهلا وسهلا بك سيدي ونتحدث عن الأوضاع في السودان بطبيعة الحال وبعد مرور مئة يوم على اندلاع الاشتباكات هل هناك أي بارقة أمل في حل هذه الأزمة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التحية لكم والتحية لكل المشاهدين الكرام حقيقة الحديث عن الحرب يطول جدا مع دخولها اليوم المئة واثنين من تاريخ بدء الاشتباكات بين الدعم السريع وقوات الجيش القوات المسلحة حقيقة هذه الحرب التي امتدت إلى أكثر من المئة تيوم تضرر عدد كبير جدا من المواطنين وكذلك تضررت البنيات التحتية للسودان وكذلك تضررت حتى الجيوش نفسها المتقاتل الآن تضررت من حيث فقدان عدد كبير من الآليات العسكرية وعدد كبير من الجنود وهذا الحديث طعن في ظهر السودان نفسه هذا السودان حقيقة كان يمتلك جيش قوميا كبير يتحدث به العالم وكذلك سيرته ناصعة في الحروبات وهذه الحرب اللعينة ستقلل من إمكانياته وستقلل من وجوده وستقلل كذلك من ترتيبه العسكري على مستوى العالم أنا أفتكر أن هذه الحرب دفع فاتورتها السودانين أنفسهم من مالهم ومن أنفسهم ومن ممتلكاتهم ومن الأشياء التي طرونها من النزوح والنجوء إلى دور الجوار وكذلك هناك صوت شكر حاجة أننا من هذا أستاذ عماد يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ عماد السنوسي رئيس تحرير صحيفة ند السودان وسنحاول الاتصال به مرة أخرى إذن عاد إلينا من جديد الأستاذ عماد السنوسي رئيس تحرير صحيفة ند السودان كنا نتحدث منذ لحظات عن الأوضاع المتردية في السودان بعد مرور أكثر من مائة يوما على بداية الصراع والاشتباكات المتواصلة منذ ذلك الحين هناك بعض الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها عدة جهات دولية وبالتأكيد مصر من أكثر الأطراف المهتمة بحل القضية والأزمة في السودان طبعا الاعتبارات كثيرة يطول شرحها ما تقييمكم للدور المصري حتى الآن وإلى أي مدى يمكن أن يساعد في حل الأزمة أولا دعيني أستاذ كريمة أن أتحدث عن الخطوة التي قامت بها قوة الحرية والتغيير وحضورها مصر هذه هي أنا أفتكر أنه هي النقطة البداية الحقيقية والنقطة الصحيحة بالنسبة لحل الصراع العسكري الآن في السودان لماذا تعتبرها البداية الحقيقية أو التحول الحقيقي في هذا الصراع؟ قوة الحرية والتغيير هي من حيث تعتبر أحد الأطراف التي تقود ما يسمى بالاتفاق الإطاري في السودان والاتفاق الإطاري هو السبب الرئيسي لاندلاع واشتعال الحرب من الجيش والدعم السريع الدعم السريع حقيقة نكون حاضنة سياسية بالاتفاق الإطاري التي تشمل عدد من الأحزاب السياسية وتوافقوا إلى إدارة الفترة الانتقالية بدعم عسكري ودعم متأييد من قوات الدعم السريع قوات الجيش رؤيتها كانت واضحة ومتكاملة حول الأزمة السياسية وحول الحل السياسي في السودان هو أن يكون الحل شامل لكافة الأطراف السياسية السودانية ولا يكون منقوصا من أي جهة حتى تضمن فترة انتقالية مستقرة وفترة انتقالية دون أي إشكاليات لكن قوات الحرية والتغيير الحاضر الآن في جمهورية مصر العربية كانت تتعند بأن تقود وتنفرد بالقرار السياسي وهم بضعة أحزاب قد يكون تأثيرهم له تأثير في الشارع السوداني لكن ليس بالحجم الكبير رؤية الجيش واضحة كانت في هذا الملف تحديدا عبر اتفاق كامل وشامل لكافة الأطراف السياسية بيشمل حتى قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية وكافة أطياف السودانية واستبعاد حزب المؤتمر الوطني رؤية الجيش نفتكر أنه هي رؤية مقبولة ورؤية منطقية بما أنها هي المؤسسة الفترة الانتقالية في السودان وحامية السودان وحامية الدستور لكن السياسيين دائما أريد أن أتحدث معك عن بعض الأوراق الأخرى التي تستخدم ربما لمحاولة إعادة الأوضاع إلى الهدوء في السودان منذ قليل أشرنا إلى قيام الاتحاد الأوروبي بوضع إطار عمل مخصص للعقوبات في السودان طبعا يستهدف بعض الأطراف الفاعلة في الاشتباكات هل تعتقد أن مثل هذه الخطوات يمكن أن تكون أكثر ضغطا للوصول إلى حل لإنهاء هذا الصراع ولو لفترة في الحقيقة أنا لا أعتقد أن تؤثر هذه العقوبات على مجرى الأحداث العسكرية في السودان في السابق فرضت عقوبات كثيرة من الاتحاد الأوروبي نفسه ومن ولاية المتحدة الأمريكية ومن عدد من الكيانات المرتبطة بالمجتمع الدولي فرضت عقوبات على السودان ولم تكن لها تأثير في تقدم مفاوضات أو إذا إيقاف حرب أنا أفتكر أن سلاح العقوبات هذا سلاح مستهلك وحتى القادة العسكرية منذ الحقب السابقة منذ حكومة البشير البائدة أنا أفتكر أنه استطاعت 30 عاما تحارب هذا الفرض العقوبات فحتى السودان بعد رفع العقوبات الأمريكية عليهم لم يحدث أي تحسن ولم يحدث أي حاجة هذا سلاح العقوبات هو سلاح حاجة إعلامي لا يؤثر على مجريات الأحداث في السودان ولا أعتقد أن يستجيب الأطراف إلى هذه النداءات قبل بضعة أشهر هناك كان أيضا عقوبات أمريكية على بعض الشركات المرتبطة بالقوتين في السودان وكذلك طرفات الصراع لم يعر هذا الموضوع أي اهتمام أنا أفتكر أن الحديث عن عقوبات وعن حديث المجتمع الدولي هذا الحديث لن يفيد السودان ولن يقدم السودان ولا خطوة أنا أفتكر أنه الآن الحضور الحرية والتغيير ووجود القطة الديمقراطية الآن في القاهرة هو العتبة الحقيقية والطريق نحو استقرار السودان روح السلام ترجمة نانسي قنقر